السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير ان شاء الله صباح الفل والياسمين مردة من رب العالمين صباحكم فل ان شاء الله طبعا المدارس على الابواب كل سنة وانتوا طيبين واستكمالا لحلقات المدارس عملنا لهم كيك محشي كريمة ومتغلب بالشوكولاتة بدل ما يشتروا من بر تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف احنا عملنا ايه بالزبط انا جبت كبايتين اللي ربع دقيق وكملتهم بمعلقة نشا ومعلقتين كاكاو كاكاو خام وديت رشة ملح ومعلقة بيكن بودر وروحتي مسكاة ومنخليهم وزاي ما احنا متعودين للكيك بننخل الدقيق مرتين او تلاتة عشان ندخل الهواء والكيك بتاعنا بقى هش وجميل بعد كده اجيب اربع بدوت البيض يكون طازة وما يكونش من التلاجة عشان احنا عارفين ان البيض من التلاجة ما بيديش نتيجة كويسة في الكيك هنكسر البيض بتاعنا بيضة بيضة عشان نخاطر الجو حر طبعا ممكن تكون بيضة فزدة تبوز باقي البيض اللي معانا وبعد كده جبت كباية لربع سكر ورشة فانيليا ومعلقة كبيرة محسن جيل ومعلقة خل ونص كباية مياه مياه من الحنفية مياه عادية جدا وبعد كده هنضربهم لما الخليط بتاعنا يبيضي وتماسك معانا نضرب فيه كده يجي عشر دقيق بس طبعا في الوقت ده بتريح المضرب عشان ما يسخنش معاك كده بقى معانا جميلة هزة ما انت شايفة كده تقل وبيضي معانا هننزل بالدي شوية شوية ما ننزلش بالدي مرة واحدة عشان ما نخرجش الهوى اللي دخلنا في الكيك كل ما شوية دي يختفوا نحط شوية دي البقين الخليط بقى الطحفة معانا هوا نجيب بقى صاج 130 فاربان هتديله رشة زيت وامسحب منديل او بفرشة بعد كده بجيب ورقة خبز بحطها في الصاب ممكن تجيبي صانية كبيرة لو ما عنديكيش الصاج ده الصانية كبيرة في التقم المربع اللي عندك وتحطي في الكيك بعد كده حطيت ورقة الخبز وحطيت عليها الكيك اللي معي ولو ما عنديكيش ورقة خبز ادهن الصانية دهنا كويسة ورشية رشة دي وانفوديا وبعد كده حطي عليها الكيك بس على فكرة ورقة الخبز ده رخيص جدا مش غالي لو جبت بعشرة جنيه هيا هياصي بعد كده بنسوي الكيك ونقبط الصانية خبطتين عشان لو فيها فقعات هوا تخرج وما تبوس الكيكة معين وندخل على درجة حرارة 200 تاخد لها ربع ساعة بعد كده بجيب نص كبات مية متلجة وبحطي فيها ثلاث معلق سكر وباضربهم مع بعض الأول لازم تكون المية فيها تلج عشان تديك نتيجة كويسة في الكريمة بعد كده معي ربع كبات كريمة ومعلاقة لبن بودر واروح ضربهم مع بعض هاضربهم لما يتمسكوا مع بعض في السيف ما تقطريش المية للكريمة عشان ما تسيلش منك لان الجو بيبقى حر وفي نفس الوقت ما تقلليش المية لها عشان ما تخرص منك وما تبقاش حلو زي ما انت شايف الكريمة بتاعتنا مضروبة وجميلة هي ومسكة نفسها ازاي بعد كده خرجنا الكيك من الفرن اول ما بيخرج معي من الفرن بروح مغطيه بفرطة على طول واسيبه شوية لما يستريح قبل ما اشتغل فيه وبعد كده بقى بروح جايب واروح قلبه الكيكة اللي معي زي ما انت شايف الكيكة طرية وجميلة قد ايه بتشيلي بقى ورق الخبز اللي عليها ورق الخبز ده بيساعدك جدا في انك تشيلي الكيكة وتقلي بيها وما بيلزقش الكيكة ما تلزقش معك في الصينية هو جميل بصراحة بعد كده بنقشر وشها بتتقشري بايدك او بسكينة بتتقشر على طول ما تقلقش يعني بس لازم تتقشر ان دي بتبقى طبقة ملزقة هتفصل لك الكريمة عن الكيكة بتاعتك فلازم بتقشريها بعد كده بقى هنقسم الكيكة هنقسمها نصين بالزبط بعد كده بقى بنسئل كيكة سيرب من اللي احنا عاملين هولا السيرب الخفيف اللي على طول بنسئل الكيكات بتاعتنا او اي عصير عندك او اي شوية لبن كده وتسئل كيكة بيها بعد كده بقى اشيل نص الكيكة بشوش كده معي وارح حطها على النص اللي فيه الكريمة بشوش كده وانت بتتعملي معي لان الكيكة طري وممكن تتكسر منك ولو اتكسرت ما فيش اي مشكلة برضو ما تقلقيش بالراحة كده هناخدها بقى نحطها في التلاجة شوية لما تمسك نفسها عشان يعرف نقطعها بعد كده بقى معي ربع كيلو شوكولاتة همسكه قطع وحطه على حمام بخار او لو عندك مايكرويف حط في المايكرويف انا حطه على حمام بخار بس ما تخليش المياه ملامسة للشوكولاتة سيحنا الشوكولاتة هي شوكولاتة خامل وحدها من غير اي حاجة وسبناها لما تبرد لازم الشوكولاتة تكون برد بعد كده جبنا الكيكة بتاعتنا بقى من التلاجة ونروح مقسمينها يبقى الكيكة بتاعتنا سقعة والشوكولاتة سايحة برد قسميها بقى زي ما انت عايزة على حسب الحجم اللي انت عايزها لابنك او بنتك تدولهم في المدرسة عايزها زي صوابية عايزها مربعات عايزها مستطلات زي ما انت عايزة بالزبط قطعيها انا هنا قطعطها مربعات زي ما انت شايفة كده معينا بعد كده بقى هجيب شبكة لو ما عندكيش شبكة انا جبت شبكة الفرن الشبكة بتاعت الفرن جيبيها وحطي تحتيها اي صانية او اي حاجة حطي بقى الكيكاية في الشوكولاتة وقاللي بيها وطلعيها حطيها على الشبكة طبعا في ناس بترس الكيكاية على الشبكة وتروح مغرقها شوكولاتة بس يدول طبعا بيبقوا مسايحين كيلو شوكولاتة او اكتر كمان لكن احنا معنا ربع كيلو بنشم وبنلم فيه فناخد بقى واحدة واحدة كده عشان ما نهضرش في الشوكولاتة بتاعتنا هو كده كده الشوكولاتة اللي بتنزل من الشبكة بترجع بتتلمي تاني مفياش اي مشكلة بس احنا عشان ما عندناش اللي هم ربع كيلو شوكولاتة فقلنا طبعا نشتغل ايه واحدة واحدة كده براحتنا زي ما انت شايفة كده بتنزل الكيكاية وتروح مطلعها على طول بشوكة كده تروح حطها على الشبكة وبعد كده بعشان يبقى شكلها جميل معايا تبقى زي بتاعت بره بالزب معايا ما لقيت شوكولاتة بيضة ورحت مسيحيها وحطيتها في كيس وعملت لها فتحة صغيرة كده ورحت نزل على الشوكولاتة اي شكل بقى يعجبك اي حروف اي حاجة المهم ان انت هتديها منظر جميل في الاخر تبقى عاملة زي الشوكولاتة الجهزة او الكيكات الجهزة بالزب ما عندكش فكرة الولادك هيفرحها قديية لما تعملها لهم او لما يخضوها معهم المدرسة قدام زميلهم تحطها لهم في اللانش بوكس بتاعهم او ممكن تلفها لهم بورقة سليفان ويخضوها معهم بدل ما يشترك كات من برة وتبقى مليانة مواد حفظة والوان صناعية انت عملتها لهم في البيت انت عارفها المواد اللي فيها ايه بالزبط ومش حطا لهم فيها مواد حفظة ولا الوان صناعية عاملها لهم كلها حاجات طبيعية وحاجات مغزية وعملها لهم بيديكي كمان في البيت وما تنسيش ان هي كمان اقتصادية يعني هي مهما كلفتك مش هتكلفك زي ما يجيبوها جهزة برضو لان اقل كيكاية دلوقتي بره بخمسة جنيه شوف انت بقى عمل لهم كم كيكاية يحسبيها بقى في خمسة جنيه ويحسبي التكلفة اللي انت كلفتها كمان للكيك وعلى فكرة دي كمان مش الكيكا كلها ده انا كان بطوت جنبي قاعد بيأكل في الكيكا قبل ما حطينا الشوكولوطة يعني انت لو عملتها تديكي كمية كبيرة حطتها لهم في علبة كده في التلاجة وكل يوم تديهم منها وهم مشيين وزي ما انت شايفة شكلها طحفة وجميلة قد ايه لو عجبكم الفيديو بقى ان شاء الله ترفعوا لنا باللايك وتنسوش الاشتراك في القناة سمسيمة وبندق في المطبخ اكلات اقتصادية حلوة حاجة على قد الان وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات المدارس هنعمل حاجات حلوة كتير ان شاء الله كل سنة وانتوا طيبين وبالهانة والشفاء صباحك وفن